الاسلام دين سهل جدا تذكروا دايما انتوها خاصة اذا انت بتلاك الله بالوسواس تذكر دايما انه بايام الرسول كان يجي الواحد من اهل البدو يقعد مع الرسول يوم يومين او حتى نص نهار يفهم منه دين الاسلام يروح الى القبيلة ياسلم القبيلة فلا ينبغي انه الواحد يكون عم يتعلم صاله 25 سنة وبعده الهلا بيفوت على الخلاء بده يتوضى وما بيطلع قبل 26 دقيقة لانه ما بيعرف المي هلا كر ولا ما كر سال ولا ما سال طول بالك طول بالك اياك تكون هاك لانه اذا الواحد منا بيكون هاك حينفر الناس اللي حواله انت تخيل واحد كل ما بده يتوضى بيده يقعد بس يغسل وجه وعشر ضايق ما زبطيت وهون يمكن ما زبطيت لا وهون ما كر المي اللي ما بيصلي او اللي منه متعلم دين بتطلع هاك بيقول انا بديكون مثله لا 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 ما هو بدي صلي تنفروا الناس قوعها الشيطان منه طالب علم بعض الناس بيجي بيسألك سؤال بس شو سؤال يعني تطلع فيه تقول له يعني من وين خطر لك هالسؤال تقول له هيدا السؤال يعني صار فعلا بيقول لك لا بس انه خطر لي خاطر شيطان يعني بيسأل لي لك قل له خراس قل له لشيطانك خراس شو شيطانك طالب علم بيجي الشيطان بيقول له اي وشو حكم كذا وشو حكم كذا وشو Co وشو حكم كذا وهو شو الشافعي هو слыш شافعية ليكفيه انه يقول بقلبه شو يعني ما شعر تقول بلسانه بس يكون الاتتتوت حوله شو يعني الاتتتوت يعني يكون حالته وكأنه يقول لشيطان خراس من او طالب علم قام حلا عليde قام طالبي Safari فالحاصل يا احبابنا الكرام لما يجي الشيطان ويسألك سؤال سؤال بده الإمام الشافعي مثل ما بيقوله أو الإمام مالك أنت ما ترد علي لأنه الشيطان منه طالب عليك مشان الوسويس الشيطان لا يعرف ما فيه داخلي الشيطان من برة عم بيطلع فيه واضح يرمي لي أشياء مثلا بيرمي لي شي مثل إيش مثل فكر بالفوتبول مثلا مثل فكر بالوالدة بالبنان مثل فكر بالسيارة بالطيارة بالسفرة وهو اللي رمي لي هذه الأفكار المباحة بيزدت لي بعدين فكرة كفرية خاطر كفري يعني أنا عادة ولا بيخطر لي لي ولا بقوله أعوذ بالله بيزدت لك إيها فبيشوفك بيشوفك هون أنت عملت ما حدا يحكي سكتو خلاص بدي فكت وبيشوفك أنه شو اضطربت بقول أهاء كماشتك لأنه هو عم طلع فيك من برة أما لو زدت لك الخاطر الكفري وإنت عملت حالك ما معك خبير عادي صارت تحكي عادي وروح صارت تجلس حون مثلا تشتغل بالبيت تاخد لك مشوي مثلا كسدورة تكفي تحضر تلفزيون ولا اللي هو بيشوفك ما تأثرت بيرجع بيجرب معك مرة اثنين ثلاثة لما ما تأثرت خلاص ما هيصرو فوقت عليه كتير بروح نتغيرك اللي هو أضعف منك فإذن بدي أرجع لكم الشيطان لا يرى ما في داخلي إنما يرى الظاهر مني هو الشيطان يلي بلش يرمي لك إنه شو بدنا نفطر اليوم الشيطان بيرمي لك مثلا إنه شو بدك مثلا تعمل بعض الأفطار الكسدورة أو الحزورة اليوم مثلا أو المسلسل يا خي هو عم بيرمي لك إيهن هيدا كله شي مباح لحد هلا بيرجع إنت شو عم بتفكير بالمسلسل بالأفطار بالأكل شو حتعمل الكسدورة الحزورة وهون لما يشوفك متاخد معه بالشي المباح من الخواطر بيرمي لك هيدك الرمية بيرمي لك خاطر ما في الله بوف بينزل عليك هيك الله أكبر لا إله إلا الله أنا بعرف لا إله إلا الله ولكن هون لأنه أنت عادة ما بتقول ما في الله أنت بتعرف لا إله إلا الله الله موجود لا شك في وجوده فعرف إنه هيدا الشيطان الخبيث عرف إنه هيدا خاطر من الشيطان ولكن على مين هيك بدا تكون نفسيتك على مين أم نط هيك بدا تكون من جوك عنك عن طول الشيطان خراس أم نط تعرفوا إنه هيدا الخواطر الشيطاني كانت تجي حتى على صحابة الرسول راحوا لعند الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله عم بيجي على قلوبنا خواطر يعني بغير إرادي خواطر مزعجة نحن ممنون هيك قد يكون فيها سبل الله أو سبل الرسول نحن ممنون هيك فنكرهوا هذا فالنبي قال لهم أوجدتم هذا أي أوجدتم الكره لهذا الخاطر قالوا له نعم فقال لهم هذا من صريح الإيمان يعني كرهكم لهذا الخاطر الكفري هذا دليل على قوة إيمانكم لأنه المؤمن لا يرضى بهذه الخواطر ما بيعرف الشيطان شو فيه بداخلك عم ينظر فيك من برة فأنت لما يرميلك هيدا الخاطر إذا كنت بنت فكري أنه ماشي على الطريق وواحد صاري عاكسك هل بتوقفي وبترد عليه ولا بتظلك ماشي ولا تلتفتين إليه طبعا المرأة الشريفة ما بتلتفت إليه بتظلم كفاية طريقة عارفان شو بده منا من هالنسوان اللي بيوقفوا على كل صفيرة وعلى كل واحد بيعاكسها وكمان إذا كنت رجال واسمك أحمد أو محمود أو حسن مثلا ماشي على الطريق فواحد من الناس عيط يا أنتوان هل بيتطلع أنه أنا المعني هل بيشك أنه هل هو المعني لا ولا يشكه بذلك لأنه بيعرف ما اسمه أنتوان إنما اسمه محمود مثلا بكفي طريقه عادة ونحن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقوياء عليها نحيا ونموت بيجي الشيطان بيرميلك الخاطر الكفري على مين فهي بداختكون عوة نفسيتك كيف بتواجه أنت البلاء كيف بتواجه المرض كيف بتواجه حتى الشيطان هيدا بيلعب دور كبير أما إذا بدأتكون من كسير يعني بحيث أنه أنت إنسان ما عندك ثقة بنفسه وحاسس حالك فاشل وأنه أنا مسكين هاك في ناس بيحبوا أنه يبكوا على حالهم مثل ما بيقولوا ما بيحاولوا يلاقوا الحل لا بدوا يبكي على حاله ولما يخبرك أنا كذا أنا كذا لما تعطيه الحل ما بقى يحكي معك بيروح وبيحكي معا ما مثله هو بيقول له أنا حزين كذا كذا بالتاني بيقول له إيه وأنا كمان حزين كذا بيجتمعوا مع بعض الطيور على أشكالها تقع نحن ما بدنا نكون هاين نفسيتنا بدأتكون عوية جماعة مرض ما مرض جيش الشياطير ما نتأثر نحن إن شاء الله حسبونا الله ونعمل وكيل فالواحد لما يجي الشيطان ما يتنفن ويقول لي ايه أوحاس هلو أنا معا نام وحيصير معي وسويس طهري وحصير حالي مجنون مانك مجنون ولكن الشيطان ما عاجبه انك شو عم بتصلي بلشت تصلي الشيطان ما عاجبه ما عاجبه لما انت كنت بعيد عن الصلاة وقراءة القرآن والاستماع للقرآن الشيطان ما كان يقرب عليك مبسوط منك الشيطان ويمكن عم بيزقفلك خليك بالبي باي خليك بعيد عن الدين بس لما بلشت تقرب على الدين صار بده يزعجك ليش مشان ينفرك مشان يبيعدك عن هيد الطريق فحيحاول معك ببداية الأمر خاصة لاحظوا لما تجد بالعبادات مثلا انت ما كنت تذكر هلأ عملت ورد كل يوم ألف مرة لا إله إلا الله بصير يجي الشيطان أكتر من قبل ليه لا ينفرك شو كل يوم لا إله إلا الله ألف مرة ما بيعجبه الشيطان هي مرة وما بتعجبه الشيطان لعنه الله فكيف بألف مرة فبيجي بصير يرميلك فكر بالإفطار فكر بالحزورة بالفزورة بالكزورة انتبهنا شو حتعمل بعد الإفطار وقبل الإفطار وشو حتفطر وكزو بوف بيطرق هدايك الخاطر فبدك تكون أبضاي بدك تكون قد حالك نفسيتك كيف بتواجه هذا الأمر بدك تكون قوي مثل الجبل الذي لا يتزلزل خاصة ان احنا اللي تعلمنا شرعي يا جماعة وبتعمل حالك ما تأثرت ولا كأنه رميلك شي يعني خلي هو خلي الشيطان هو يعمل هيك ان شو عم بصير ما أنت اللي تعمل هيك تصفن خليه هو يصفن شو عم بصير هذا ما تأثر فبجرب معك مرة اثنين ثلاثة ثم ينفر ومنك بإذن الله واضح هذا الكلام فالنفسية تلعب دور لأنه نحن ما بنقدر نسيطر على كل شي عم بصير معنا بالحياة ولكن اللي بقدر نسيطر عليه هي كيف بواجه هذه الحالات اللي هي منها تحت إيراتي إن كان مرض إن كان وسويس من الشيطان إن كان صار وفاة بالبيت أو بالعائلة أو بالأصحاب وما تركت شغل ما مش الشغل ما مش البزنس صراؤوني نهبوني أو ما أشبه ذلك ما بقدر أتحكم بهالظروف ولكن بقدر أتحكم بحالي كيف أنا بواجه والمسلم كيف بواجه والمسلم كيف بواجه نحن حكينا قبل بكم حلقة إنه المسلم عنده هدف رئيسي شو هو الهدف الأساسي دخول الجنة عرفين حاله شو بده شيخ إذا بتاخد معركة مؤتة وبتشوف جعفر الطيار إذا بتشوف جعفر الطيار اللي كان حامل رأيه لا إله إلا الله محمد رسول الله قطعت ذراعه تركع على الأرض وضلوا مكفة عرفين حاله والرايح كأنه ينظر إلى الجنة لما تعرف حالك والرايح ولما تعرف حالك شو بدك هاك بتكون أبضاي متل الجبل لوك عم قللك قطعت ذراعه هلا الواحد بينكسر ضفره بيبكي ثلاثة إيام بروح على الإرجانس عما هذا جعفر الطيار عم قللك ذراعه وقعت على الأرض ما أنه لما وجابه وأخذ معه حتى بالكيس خياء أحمد ضلوا مكفة حمل الرأي بيده شمال عرفان حاله شو بده أنا بدي الشهادة بدي الجنة مرحبا بها حمل الرأي وضلوا مكفة وعم ينزل الدم من هون تتخيل من المنظر قطعت التاني ضمها ضمها إلى صدره وأكمل طريقه ليه لأنه عرفان شو بده بالدنيا عرفان لوين رايح عرفان شو هو هدفه هاك المسلم بيواجه الأمور يا أحبابنا لحتى قتل وأبدله الله تعالى بدل ذراعيه جناحين يطيروا بهما في الجنة حيث يشاء ولما شافوه بعد المعركة كان في أكتر من أربعين طعنة وجرح بجسده ولكن ولا وحد من الخلف كلهم من قبل من قدام لأنه كان رايح لقدام بالمعركة ما التفت لورا أو حاول يهرب ما ضربة من ورائه ضربة من أمامه فأنت كمان لما تكون عرفان حالك شو بدك ولما تكون مسلم أوي هكذا تتصرف ما بتنهز ولا بيسكر كيبك على كل بلاء وعلى كل فاجعة فإن شاء الله تعالى ابقوا أقوياء يا أحبابنا الكرام فبتك تكون أبضاي حتى بوجي الشيطان إن الشيطان لكم شو عدو فاتخذوه عدو أنا هلأ لا وحدة بس مين معي شيطاني القرين فهذا الشيطان لا يحب الله وأنا أحب الله هذا الشيطان لا يحب محمد وأنا أحب محمد الشيطان ما يحب الإسلام وأنا أحب الإسلام وهو عم بيطلع فيي شو عم بعمل هلأ وهو شايفني إنه أمام الناس تقوى وإتقوا الله وكذا بس لما أكون بالخلوة بدي أرجع أتذكر إنه هيدا الشيطان يلي شايفني عمول للناس إتقوا الله هلأ هو معي بالخلوة فشافني عم بيشوفني هلأ في الخلوة وعم بيشوفني وين أمام الناس فما تشمت عدوك فيك لا تفرح الشيطان بجعله يراك تعصي الله الذي تحبه أنت والذي هو يكرهه فشرت يا شيطان لو كنت بالخلوة وإجع على بيلي مثلا شهوة معينة محرمة بدي أعملها بتذكر الشيطان يراني والشيطان سوف يفرح إذا أنا عصيت الله تعالى الذي هو يبغضه الذي الشيطان يبغضه وأنا أحبه أحب الله إذا كان عندك عدو تفرح قلبه ما بتفرح قلبه حتى لو عدوك ضربك ضربة وإنت تألمت بتعمل حالك ما تألمت حتى لا يشمت بك فلا تشمت عدو الله بكم لا تشمت الشيطان بكم حتى في الخلوة لما يجي الشيطان يقول لك عمو الهايد المعصي يقول له فشرت يا عدو الله أنا لا أعصي الله رب العالمين اللهم لأنه نحن نفسنا صعب علينا نعمل لك كنترول ولكن نلتجي شو اللهم قوني يا الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنا مع الله لست مع الشيطان الشيطان يعيدني بالفقر ويأمرني بالفاهشة والله يعيدني شو بجنة عرضه الصماوات والأرض يا الله أعني أنا ضعيف قوني يا الله شفتوا إذا هيك بتضلكم عم تعملوا بإذن الله بتصيروا من الأطقية بعدين من الأولياء بإذن الله تعالى جربوها حتتغير حياتكم بإذن الله تبارك وتعالى